اجا الصيف واخيرا بدنا طوائب الصيف مية بالمية لانه اكيد بدنا نروح على البحر او بدنا نروح على الشالهات طيب تعالوا اعلمكم في هذا الفيديو كيف ممكن اعمل طائية حلوة زي هاي شايفينها بهذا الشكل وبنفس الوقت تكون سهلة وسريعة هاي الطائية اذا انت كنت سريعة في الكروشيينج رح تاخد معك يوم شغل اذا انت مش سريعة مش او يعني وبتحبي تاخدي راحتك في شغلك رح تاخد معك يوم ونص تخيلي يوم او يوم ونص تخيلي قدي سريع طيب يلا تعالوا احكيكم شو استخدمت الاعمل هاي الطائية اولا رح تحتاجي طبتين من هذا الخيط اسمه خيط السلسلة هذا الخيط اسمه خيط السلسلة تمام رح تحتاجي منه طبتين اذا بس بدك تعملي طائية بس لون واحد اما اذا انت كنت بدك تتفنني فيه وبدك كزا لون فانا اكيد رح تحتاجي عدد طبات بعدد الالوان اللي انت رح تحتاجيها طبعا دي هاي الطائية انا احتاجت طبتين من هذا اللون اللي هو الكلار اللي هو مية وستة وخمسين تمام وستعملت الابيض اللي هو لونه مية واربعة وخمسين تمام اوكي هون انا عندي بيكوميندد هوك هون موجودة اللي هي سنارة اللي هم بيحكون لاني استعملها اربع تمام طبعا انا ما رح ارد طب ليه يا زورة ما رح تردي ما رح ارد علشان انا بدي الطائية تكون ماسكة ومتينة تمام سوري ماسكة ومتينة مشان هيك انا استخدمت سنارة رقم تلاتة مو اربعة تلاتة تمام اذا انا استخدمت تنتين من المين كالر اللي هي اللون الطاغي واحد من اللون الابيض اللي هو اللمسة اللي انا عملتها سنارة رقم تلاتة اكيد رح تحتاجي ماركر مهم جدا رح تحتاجي مقص وكمان رح تحتاجي ولاعة طب ليش ولاعة احضروني عشان تعرف ليش الولاعة يلا بسرعة جيبوا اغراضكم ونستمتع مع بعض هلا اول شي بدي اياكم تعرفوا كيف ممكن احنا ناخد قياس الرأس انا عشان اعمل طائيتي لازم اها انا رح ابلش من هون فلازم يكون عندي قياس الرأس اللي هي عشان اعرف انا رح ابلش في تزايدات عشان اعرف متى اوقف ابلش اعمل في جسم الطائية تمام اه طبعا بهاي الطريقة اللي رح افرجيكم اياه هلا بتقدروا تعملوا طائية لأي حدا كان بدكم اياه سواء صغير او كبير بنجيب المتر عشان اوضح لكم السورة جبت لعبة بنجيب المتر ومن الخلف تمام من فوق الدناء الادنين او الادنات الاذن عشان اللغات من فوق من ورا بتجيبوا هيك بحسب محيط الرأس تمام طلع عندي مثلا محيط الرأس تمام محيط الرأس طلع عندي نقول تمانية وعشرين تمام طلع عندي انا اللي بدي اعمل الطائية لحده محيط رأسه تمانية وعشرين تمام بروح بحسب بعمل حملية حسابية بسيطة جدا اللي هي تمانية وعشرين تمام تقسيم تلاتة بوينت اربعطاش قديش راح يعطيني هاي عندي تمانية وعشرين تقسيم تلاتة بوينت اربعطاش يساوي قديش اعطاني تمانية سانتي تمانية سانتي وتسعة بالعشرة بقربها بتطلع عندي تقريبا تسعة سانتي متر يعني انا بظلني اتزايد في هاي المنطقة لأوصل تسعة سانتي تمام لأحس انه وصلت عندي تسعة سانتي ببلش امشي بدون تزايد تمام تمنى تكون الفكرة واضحة وسهلة وهلأ خلينا نبلش اول اشي انا بعمل بداية السطر الاول كيف بنبلش فيه في هذا الشكل بلف الخيط حوالين اصابعي تمام بسحب الخيط التاني بلف السنارة بكمل لفها كمان مرة تمام هلأ بعمل سلسلة تمام في هاي الرينج في هاي الدائرة انا راح ابلش اعمل هذا الطائية عبارة عن غرز حشو فقط لا غير تمام بس وين الترك في الالوان اللي انت ممكن تختاريها تمام اول سطر راح يكون عندي ست غرز حشو تمام غرزة الحشو كيف بعملها بسحب خيط عندي تولوبس بسحب من خلال التولوبس دول فتلتين تمام هاي اول غرزة تمام بحط اول غرزة ماركر دائما عشان انا ما انسى وين ممكن راح اسكر انا السطر تمام خاصة لما انت تعمل اشي بغرز الحشو كتير بتخبطي تنين تلات اربعة خمسة ستة اول سطر راح يكون عبارة عن ست ورز حشو تمام انا اه في السطور الجاية راح اعمل اه تزايد تمام كيف راح تكون هالتزايد هلا راح ارجيكم طبع احنا اتعلمنا كيف ناخد محيط الرأس وكيف نعمل القاعدة الاساسية للرأس تمام هاي القاعدة اللي بتيجي على top of your head لازم نعرف كيف ناخده تعلمته كيف وهلا خلينا نبلش انا بالنسبة لصبية غالبا بيكون 17 سنتي من هون لهون لما تقيسي بدي يكون 17 سنتي تمام تقريبا بس انت دائما خدي محيط الرأس اقسمي على 3.14 تمام بشد الخيط الطرف القصير ميح شغل عضلاتك هون تمام حلا شايفين هاي الغرزة الاولى هون انا بعمل منزلقة وبسكر السطر الاول تمام بهذا الشكل بضل بسحب الخيط وبضل ساحبته الى الاخر هيك انا السطر الاول خلص عندي ست غرز حشو السطر الثاني رح يكون تزايد في كل غرزة حشو انا رح اعمل غرزتين حشو يعني انا عندي في السطر الاول ست غرز حشو السطر الثاني رح يكونت معشر غرزة حشو تمام التزايد رح يكونت من جدوال الستة لان احنا اول اشي عملنا ست غرز تمام اول اشي برتفع سلسلة تمام هلا في الغرزة الاولى بعمل تنتين حشو عملت اول غرزة دغري بحط الماركر عشان ما اخربت تمام في نفس الغرزة انا رح اعمل غرزة حشو كل غرزة رح تقابلني رح اعمل فيها تنتين حشو لأكمل السطر هيك المجموعة رح يكون عندي معشر غرزة حشو تمام رح اكمل السطر زي ما انتم شايفين ورح ارجع لكم تمام انا هيك خلصت السطر الثاني هم عبارة عن عشر غرزة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر احد عشر تمام احنا رح نذكر بمنزلقة من اول غرزة اللي فيها الماركر هاي تاني سطر خلص بعمل سلسلة اللي هو ارتفاع هلأ تزايد في السطر هات كيف رح يكون رح اعمل في كل غرزتين تزايد غرزة حشو تزايد غرزة حشو شو يعني تزايد يعني اعمل في نفس الغرزة غرزتين حشو تمام في الغرزة المقابلة الاولى اول واحدة بعمل فيها تنتين حشو هاي تنتين غرزة حشو في نفس الغرزة بعدين بعمل واحدة بس غرزة واحدة هون تمام في الغرزة اللي بعدها بعمل تنتين حشو تمام اللي بعدها بس غرزة واحدة حشو هيك بكمل تنتين في نفس الغرزة واحدة بنفس الغرزة هاد اسمه التزايد اللي موجود فيها عشان تعطيني الفلات عشان يكون مسطح زي هيك تمام بكملوا برجع لكم تمام انا هيك خلصت لسطر الثالث هم بالتوتل رح يكونوا 18 غرزة تمام؟ ستة اتناش 18 اللي هو من جدول الستة واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ست سبعة تمانية تسع عشرة اتش اتناش تلتاش اربطاش خمسطاش ستاش سبتاش تمنتاش تمام؟ هلأ احنا بنسكر في الغرزة اللي فيها الماركر بمنزلقة بهذا الشكل برتفع سلسلة هلأ عندي بعد الثمانتاش انا عندي هلأ التزايد كيف رح يكون؟ رح يكون اول غرزة بعمل فيها غرزتين حشو بعدين غرزة واللي بعدها غرزة هيك التزايد رح يكون تمام؟ عندي اول واحدة تنتين حشو في نفس الغرزة هاي واحد هاي تنتين في نفس الغرزة تمام؟ ما ننسى الماركر دائما كل سطر يعدوا عشان ما تخربطوش تمام؟ هلأ في السطر هاد رح يكون الغرز عددها اربعة وعشرين تمام؟ هاي تنتين في اول غرزة رح احمل واحدة هون حشو هون وحشو هون تمام؟ حشو في اللي بعدها ولي بعدها حشو بهذا الشكل انا يعني تنتين في نفس الغرزة واحدة واحدة تنتين في نفس الغرزة تمام؟ وهون واحدة وهون واحدة تمام بكمل السطر بهذا الشكل تمام انا هيك خلصت اربعة وعشرين غرزة في هاد السطر هلأ زي ما تعودنا نعمل المنزلقة في اللي فيها ماركر تمام برتفع سلسلة هلأ تزايد رح يكون في اول غرزة تنتين تزايد وتلاتة تلاتة في كل غرزة تمام؟ هون الغرز رح تكون تلاتين غرزة بعمل تزايد يعني غرزتين حشو في نفس الغرزة ننسى الماركر انا دايما بنساها تمام؟ هلأ غرزة واحدة في الغرزة اللي بعدها غرزة واحدة في الغرزة اللي بعدها هلأ رح اعمل تزايد عندي تزايد تلات غرزة هاي واحد هاي تنين في نفس الغرزة هلأ تلاتة وربعض واحد تنين تلاتة بهذا الشكل انا بكامل هذا السطر تمام؟ آآ طالما انتو شايفين بهذا الشكل السداسي يعني شغلك صح تمام؟ وما تنسى نعد الغرز مهم هلأ انا خلصت هاد السطر آآ برت اسكرت بمنزلقة برتها في السلسلة تمام؟ هلأ تزايد كيف رح يكون هلأ احنا عنده تلاتين آآ بالمجموع تلاتين غرزة حشو تمام؟ السطر اللي بعده بده يكون ستة وتلاتين زي ما حكينا جدول الستة تمام؟ هلأ تزايد هون رح يكون كيف بيش آآ برضه نفس الاشي اول الغرزة تزايد يعني تنتين حشو بعدها اربعة وربعات تمام؟ اربعة غرز حشو وربعات يعني انا عندي هيك تزايد تمام؟ هنحط الماركر كينا اول غرزة بعملها دغري بحط الماركر هاي تزايد في نفس الغرزة بكمل واحد هات في لي بعده تنين في لي بعده تلاتة في لي بعده اربعة تمام؟ بعدين بعمل تزايد في نفس الغرزة بعمل تنتين حشو تملي بهذا الشكل؟ لاحظي أنا التزايد كيف كان؟ أنا عندي أول إشي ستة عملت، تمام؟ التزايد اللي بعده في كل غرزة حشو عملت تنتين حشو، السطر الثالث أنا عندي تزايد واحدة حشو، تزايد واحدة حشو، اللي بعدها تزايد تنتين حشو، تزايد تنتين حشو، اللي بعدها تزايد تلاتة حشو، تزايد تلاتة حشو، اللي بعده تزايد أربع حشو. انا هيك بستمر لا اوصل للقياس اللي بدي اياه تمام بدي كياس 17 سنتي 16 حسب الراس اللي انت حسبت محيطه تمام هيك كملي لتوصل للقياس اللي بدي كياه انا راح اعمل عينة تمام وافرجيكم كيف بدي ابلش اعمل منها كيف انا راح انزل بهذا الشكل في الطائية تمام وهلأ انا خلصت العينة انا قلت لكم راح اعملها عينة ما بدي اعمل طائية كاملة زي هاي تمام انا هيك خلصت تقريبا اللي هي هاي الدائرة اللي هي قيمة الطائية تمام هون حكينا في كل سطر لازم يكون من جدول ضرب الستة تمام انا هون خلصت 72 غرزة تمام وعرفنا كيف نتزايد هلأ شو تلاحظوا لعشان انا لما اتزايد كيف بتصير افلات كيف تمشي القطع تمام هلأ انا عشان اعمل هاي الحركة اني انا بدي انزل هلأ امشي هيك لتحت راح اوقف تزايد تمام يعني 72 غرزة راح يضلوا 72 غرزة تمام زي ما فرجتكم عملت منزلقة سكرت السطر اللي قبل وارتفعت سلسلة وعملت غرزة واحدة هلأ طول اللفها طول السطر هاد ما راح ازيد ولا غرزة زيادة تمام راح اكمل في كل غرزة بس غرزة حشو تمام هيك بس بضلني ماشي غرز حشو لاخلص السطر ببساطة تمام فقط لا غير انا عشان ابلش اعمل هاي الحركة حكيت لكم لازم بس امشي بدون تزايد امشي كلها كامل اه غرزة كل في كل غرزة تمام هلأ انا لازم اتأكد انا خلصت اسطوري مع التزايد اخر صدر كان عندي 72 راح اضل اكمل 72 لاخلص جسم الطائية هاي تمام هلأ مثل هاي الطائية في عندك انا ماشي 3 اسطور بدون تزايد بعدين امغير اللون راح افرجوك كيف انا بدمج لون تاني بس خليني امشي 3 اسطور بدون تزايد راح ارجع لكم لاحظوا كيف انا لما عملت 3 اسطور بدون تزايد كيف بلش الانحراف عند الكيرف لاحظوا تمام هلأ هون برجع لكم الموضوع بدحابين تحطوا خيط لون تاني بدكم اياه نفس اللون انا راح اكمل كذا سطر تمام بعدين راح اغير اللون عشان افرجوك كيف انا بدمج لون تاني بس خليني اكمل كم سطر عشان يبين معي تبين معي هاي الحركة اللي انا بحكي عنها بعدين افرجوك كيف بدي احط لون الابيض مع تمام استنوني انا هلأ خلصت تقريبا هلأ بدي انا ادمج الخيط الابيض بس قبل ما افرجيكو كيف بدمج الخيط الابيض بدي افرجيكو خيط السلسلة انا كيف الخيوط الزايدة هاي كيف انا اتخلص منها مش زي الخيط الصوف العادي طبعا هلأ انا بحبث اول اشي نعمل العقدة تمام ونثبته على القاعدة تماما اوكي زايدة الكتير هادا نقصه تمام هلا انا شو بفض هادا بخيط السلسلة هاي ما بتقدر تفوتي جوه الغرز بسهولة صعب كتير خاصة انك مستخدمس النارة اه صغيرة اوهيك فببساطة الداحة واللاعة تمام بس انتبهوا اصابعكم لانه هادا لسعته ميحة اه قوية شايف الطرف بحرقها ودغري بسكر بهذا الشكل على الطائية نفسها بس خليني اصر شوي الخيط تمام اوكي اول ما احرقها دغري بقاعدة الاداحة او الولاعب بعمل بهذا الشكل عشان تمسك مزبوط وما بترك ابدا تمام بهذا الشكل ودغري ثبتوها تمام بهذا الشكل انا خلاص بس ثبتت تماما خيط السلسلة خلاص ما رح يفك معي تمام ثابت هيك هيك انا بثبت الخيطان الزايدة لانه يعني ممكن يفك معاك لانه هو ناعم يعرفتي تمام هلأ بدي افرق كيف انا بدمج الخيط الثاني انا هلأ هون وصلت لاخر غرزة رقم 72 حكينا تمام بدي ادمج الخيط الابيض كيف بدمجه ركزوا معاي شايف الغرزة اللي بعمل فيها منزلقة بجيب الخيط نفسه اللون اللي بدي اياه بك الغرزة بعمل المنزلقة بالخيط الجديد تمام بهذا الشكل بدخل السنارة في الغرزة تمام بسحب الخيط شوي شوي لانه لسه مش ثابت تأكد انه هذا بشكل جيد بشد الخيط القديم على السنارة نفسها وبعمل منزلقة تمام بس انا لازم هون استخدم عضلاتي تماما بهذا الشكل ثبتي بالايدي التانية تمام شدي ايديكي هون معلش هون اعملي ارتفاع واحد تمام انا بفضل اربط الخيطين مع بعض رح هيقص القديم انا بفضل جدا اني انا اربط الخيط القديم مع الجديد اثبت العودتين خلص مش تديم نيح عشان ايش دل شغلك ثابت طبعا تمام هذا بممكن انتي تتمشي عليه بالغرز ممكن زي ما حكيت لك بهاي الطريقة تقصريه وبالداحة الثبتية على القاعدة تماما هيني انا ارتفعت سلسلة خلص انتي اصر الخيطان واحرقيه وثبتيه على القاعدة نفسها تمام وهيك بكمل عادي كل غرزة حشو في كل غرزة حشو 72 غرزة ما انسى اعد دائما شغل الكروشيال عد مهم جدا يعني اذا اكتشفت انك غل خلطانة في غرزة بعد ما مشيت اصطور كتير تضطر تفكيه بهذا الشكل بضل مكملة 72 غرزة لأوصل تمام؟ لأوصل الجسم الطائية اللي انا بدي اياه كيف انا بعرف متى لازم اوقف؟ انا بقيس مثلا انا بدي اعمله على راسي انا بقيسه على راسي لازم يكون نهاية الجسم من هون تمام من هون فوق اداني بالزبط تمام؟ يعني بضلني اعمل الغرز بضلني اكمل في الغرز لأحس انه لما اقيسه على راسي انه اخر غرزة فوق داني بالزبط تمام؟ هيك انا هون بوقف جسم الطائية وابلش اعمل هاي الخطوة اللي هي التزايد تمام؟ عشان تصير الطائية عندي انا هاي مش مكملتها بس بدي افرجيكم هذا هاي الخطوة عشان انا اكملها تمام؟ انا رح اكمل جسم الطائية وافرجيكم كيف رح اعمل التزايد هون انا خلست لاحظوا كيف شاء صارت الطائية تمام؟ انا هون اضفت حكينا زي ما قبل حكينا الابيض اعملت منه واحد اثنين ثلاثة اربع اسطور ابيض طبعا هاده دمج الالوان وكم سطر بتعملي هاده برجع لك تمام؟ اعملت بعض الابيض كمان لونين كافتشوني من نفس الجسم اللوني الطائية هون انا سكرت الشو اسمه السطر بغرزة منزلقة هلا بدي ابلش اعمل تزايد عشان تطلع عندي زي هون تمام؟ هلا كيف بعمل تزايد هون؟ بعمل تزايد بعدين ستة غرز ورا بعض حشو تمام؟ هلا في الغرزة اللي بتتابلني بعمل تزايد واحد اثنين غرزتين حشو في نفس الغرزة بعدين بعمل ستة ورا بعض اتنين تلاتة اربع خمسة ستة تمام؟ بعد ستة غرز ورا بعض بعمل تزايد هاي تنين في نفس الغرزة تمام؟ بعد التزايد كمان بكمل ستة غرز ورا بعض ثلاثة اربع خمسة ستة وهيك بكمل كل الطائية كل اللي في هاي ما ننسى الماركر انسي تحطه هاي هو بالزبط هون تمام؟ لا لي قبله شان ما نخربت هلا بضلني غرزتين غرزة تزايد اللي هو تنين في نفس الغرزة وستة ورا بعض تزايد ستة ورا بعض تمام؟ لأخلص السطر هات بخلص السطر وبرجع لكم تمام؟ لاحظوا انه هلا مع التزايد عم بلش يعطيني شوية بروز في هاي المنطقة تمام؟ هلا عملت تزايد واحد انا رح اكمل بدون تزايد هلا بهذا السطر سطر واحد بعمل فيه تزايد والسطر اللي بعديه ما بعمل فيه تزايد لاحظوا كيف بعد ما انا عملت التزايد بلش فيه بروز في هاي المنطقة تمام؟ هلا بعد هذا السطر بعمل بدون تزايد عادي كل غرزة حشو بعمل فيها غرزة حشو واحدة بدون اي نوع من انواع التزايد بسكر السطر بمنزلقة ما ننسى نرتفع دائما ما ننسى نرتفع دائما سلسلة وبكمل بس غرزة حشو واحدة في كل غرزة رح تقابلني تمام؟ بكمل وبرجع لكم انا هيك خلصت السطر الثاني لاحظي انا بلش يغضح عندي تلاح سعطائية البروز بلش يغضح معي ان شاء الله تكون واضحة في الكاميرا تمام؟ هاي الحركة بلشت تظهر معي انا حاليا ما رح اعمل اي تزايد رح اضل امشي في كل غرزة غرزة حشو واحدة لأكمل هاي الجهة طبعا عدد اسطر هاي القطعة الجزء من الطائية برجع للك مثلا انا في طواء عملت 13 سطر في طواء 12 حسب الشخص وشو بحب تمام؟ يعني انا حسيت يعني اللي منيح 12 تقريبا يعني بس كل واحد انتو عياس الشخص عياس راس الشخص اللي بتعملوله الطائية بتقرروا تمام؟ انا هلا رح اضلني بس غرزة حشو واحدة طول طول السطور اللي انا رح امشي فيها هلا ولم اخلص بفرجيكم النتيجة النهائية هاي انا هيك خلصت اللي هو الجزء السفلي من الطائية بهذا الشكل رح اكون انا هيك خلصت الطائية خليني افرجيكم كيف بسكرها طبعا عملت منزلقة وسكرت السطر شو بعمل هلا باخد سلسلة تمام؟ بقص الخليط بهذا الشكل بسحبه اثبته منيح هلا في النهاية هون انا بحاول ادخله جوه الغرز زي هيك بهذا الشكل بدخل جزء منه جزء بسيط ما تقلقه هو ما ببين من برا تمام؟ لاحظوا ما ببين نعم دخل الخيط تمام؟ خليني اعصره اكتر شوي زي ما حكيت لكم انا بهذا الخيط السلسلة لازم استخدم وهذا الشكل ممكن انتي تضلك الدخلية بتستمر في انك الدخلية جوه الغرز بعدين لما يظل ندفع منه وتحرقيه وتثبتيه عشان ما يبين هاد الخيط وهدول نفس الاشي حكينا وهيك النتيجة النهائية للطائية ان شاء الله يعجبكم بس هون لانه هيعين انا ما كتير تميت بس شدوها شوي هاد الخيط لما انتو تدخلوه شدوه مزبوط عشان هاي الجهة ما تبين هيك تمام؟ وهاي هي النتيجة النهائية بتمنى انه يكون عجبكم وتستعملوا الطريقة اللي انحكيتها وشكرا لمتابعتكم للي ويعطيكم الف عافية موسيقى